موسيقى مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في إذاعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة في هذه الليلة فأهلا ومرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر موسيقى إذا تجاوزت الأزمة الخليجية على دولة قطر عاما كاملا فالأيام تمضي سريعا في وقت تواصل به دول الحصار السياسة ذاتها وهي تسييس كل شيء لا يسيس وتتجاهل السياسة الحقيقية التي تقوم على العقل والمنطق في حل الأزمات فدولة قطر أعطت الفرصة للحلول الدبلوماسية وما زالت تؤكد على الحوار والوحدة الخليجية أما قضية الحقوق فتلك مسألة يكفلها القانون وملف انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان خلال هذه الأزمة بأت يأخذ مساره أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى تسييس المشاعر المقدسة وهذا طبعا ملف من ملفات أخرى سنناقشها في حلقتنا لهذه الليلة لذا اسمحوا لي أن نرحب معنا بضيفينا في الستيديو الدكتور ربيع بن صباح الكواري وهو أستاذ الإعلام بجامعة قطر دكتور سعداء ويا مرحبا وسهلا هياك الله كذلك الترحيم مستمر إلى السيد جابر بن ناصر المري وهو مدير تحرير صحيفة العرب بناصر يا مرحبا سعداء بوجودك معنا هياك بأهم حمد والمشاهدين الكرام هياكم الله لكن اسمحوا لي مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش الليلة نتابع معكم هذا التقرير حيث أعلنت دولة قطر طبعا بتوجيهات من سمو الأمير المفدى حفظه الله أنها ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام أيضا في دعم اقتصاد وطنه كما أعلنت عن حزمة الاستثمارات تستهدف مشروعات البنية التحتية والسياحة في الأردن الشقيق بقيمة 500 مليون دولار إذن نتابع معا هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية نقلها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها سعادته صرح أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فإن دولة قطر تعهدت بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل لديها لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية فضلا عن استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن الأمر الذي من شأنه انعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام وأتات هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات على ترد لوضاع الاقتصادية في هذا البلد الشقيق حيث سبق أن عبرت دولة قطر منذ اللحظات الأولى لتصاعد هذه الاحتجاجات عن دعمها للمملكة الأردنية الشقيقة كواجب أخلاقي ملزم لكل الدول العربية الأردن دولة عربية مهمة دولة عربية تقع في منطقة فيها أزمات كثيرة وعانت الكثير من أزمات اللاجئين بسبب الحروب التي كانت في دولها المجاورة والأردن كنظام هو نظام مستقر وندعم استقراره بشكل دائم جهود قطرية نابعة من مبدأ دبلوماسي أساسه الدعوة لأي تكامل عربي يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ولطالما كان مجلس التعاون الخليجي حصناً مانعاً لمثل هذه الهزان غير أن افتعال الأزمة الخليجية الأخيرة وفرض الحصار الجائر على دولة قطر أضر بمكانة هذا البيت الخليجي وبثوابت الاستقرار في المنطقة العربية أولاً شعوبنا خسرت خسرنا مجلس التعاون في الوطن العربي كان ككتلة موحدة خسرت المنطقة أيضاً بأنها خلقت أزمة جديدة ونحن في منطقة أزمات في الأصل بعد مرور يزيد من عام على هذه الأزمة ورغم تجاوزها لكل العوائق التي وضعت أمامها تؤمن دولة قطر بأن طموحات الشعوب لن تتحقق إلا بإرادة صادقة في تجاوز الخلافات على أساس يحكمه العقل والاحترام والحوار وكل الثوابت الدبلوماسية البناء حياكم الله مشاهدين الكرام إذن دكتور شاهدنا التقريب يصل الضوء على المساهمة القطرية للأردن الشقيق طبعاً بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير المفدى بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأشقاء هناك بالإضافة إلى 500 مليون دولار كدعم مباشر للأردن الشقيقة كيف تابعت هذا الخبر وانعكاس طبعاً هذا الخبر على الاقتصاد وعلى الحالة الاجتماعية في الأردن برأيك بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أخي محمد بياك الله أخ جابر طبعاً يسعدنا أن نكون معاين هذه الحلقة المميزة إن شاء الله إن شاء الله نشوف إذا رجعني إلى التاريخ للوراء عندما تولى سمو الأمير الشيخ تميم مقاليد الحكم في قطر عام 2013 ألقى خطار في تلك اللحظة أكد فيها على كلمة مهمة وقال قطر كانت ومازالت كعبة المضيوم واستلهم هذه الكلمة من إحدى قصيدة للمؤسس شيخ جاس بن محمد عليه ورحمة الله قطر كانت ومازالت نعم كعبة المضيوم اليوم قطر تضرب المثال العربي المخلص للقضايا العربية والإسلامية الأردن تمر بأزمة أزمة اقتصادية سياسية هناك تكالب على الأردن من قبل بعض الدول هناك تآمر على هذه الدولة أنا أعتقد أن المساعدة التي قدمتها قطر اليوم نصف مليار دولار وتوضيه ما يقارب من عشرة ألاف من الشباب هي أيضا مساهمة من قطر بجانب مبادرة صلتك التي ترعاها صاحبته تسموه الشيخ موزة بطناصر صلتك أيضا تسم بنفس العوامل في توظيف الشباب العربي اليوم يمكن كنت أدردج مع الأخجابر قبل الحلقة عن صدى هذه المبادرة أو هذا الدعم والمساندة الكبيرة من قطر للأردن الشقيق شبكات تواصل اجتماعي ما زالت تشكر قطر الكل يصوت لقطر يشكرها على هذا الدعم أنا أعتقد أن هذه المبادرة تأتي بعد مؤتمر مكة الذي اجتمعت فيه هذه الدول من أجل حفظ ماء الوجه وتقديم بعض الدعم القليل للأردن وليس الدعم السخي الذي تعودنا عليه في مثل هذه الأزمات التي تمر بها الدول العربية نعم سيد جابر كما استمعنا للدكتور الربيع وتشخيص عن المساعدات القطرية المستمرة للأشقاء أينما كان وهذه هي السياسة القطرية المتبعة سواء كنا في أزمة أو في وقت رخاء الآن هناك ظروف هناك تحديات هناك صعوبات تواجه الأردن الشقيق يتطلب طبعا مننا الوقوف إلى جانب هذه الدولة في أزمته الاقتصادية الحالية ونقولها دائما بأن هذا واجب على دولة قطر وليس منه برأيك هذه الحزمة من المساعدات القطرية كتوفير على سبيل مثال عشرة ألاف فرصة عمل كيف ستسهم في تحسين الوضع الاجتماعي للأشقاء في الأردن هناك وأيضا ينعكس على مسألة الاقتصاد في الأردن في البداية أنا أحب أوجه لكم كل الشكر أن أتيحت لي الفرصة أن أظهر مع أستاذي الدكتور ربيعة والذي أفخر مني أنا تتلمثت على يده في جامعة قطر وتتلمث على يده العديد بس ما زال ابو ناصر الشباب الدكتور ربيعة أحدهم نجلة فنتمنى التوفيق للجميع وهذا فخر لي أني أنا أظهر مع أستاذي أما من ناحية الاقتصاد ودعم الاقتصاد وهذه الخطوة أنا قرأتها حقيقة من تفاعل الناس في التواصل الاجتماعي وأيضا بعد الأصداء التي كانت بعد اجتماع مكة اجتماع مكة قدم مبلغ وديعة في البنك المركزي والمعلوم أن هذا النوع من الدعم لا يصل مباشرة إلى المواطن الأردني ولا يلبي احتياجات المواطن الأردني لا هي كأنها قد تستخدم كابتزاز مستقبلا في سحب هذه الوداع وأنا لا أعتقد أننا سمعنا في الفترة الماضية أن هناك ضرر للعملة الأردنية كي يكون مثل هذا الإجراء الأردن كانت تحتاج إلى وقفة صادقة كانت تحتاج إلى دعم مباشر يصل إلى المواطن الذي هو بحاجة لهذا الدعم أنا حسبتها حسبة رياضية قلت مثلا إذا عشرة ألاف وظيفة ونتحدثنا عن مثلا خلنا نقول الأفرج إذا ما كان المنمم عشرة ألاف ريال أن تتحدث عن مئة مليون ريال ستدخل إلى البيوت الأردنية بشكل شهري فهذا طبعا خطوة جبارة وتأكيد لما أكدت عليه قطر دوما وتؤكد عليه أنها تستثمر في الشباب تستثمر في البنى التحتية تستثمر في التعليم تستثمر في هذه الأمور وليست فقط المساعدات هي لمجرد الابتزاز السياسي ناهيك على أن الأردن كانت في حاجة ماسة لهذه المساعدات الصادقة بالفعل لما تتعرض له من ضغوطات تتعلق بموقفها من القدس وجاء ذلك أيضا في موقف دولة قطر في البيان وزارة الخارجية أنها كانت تشكر الأردن على جهود داعمة لقضية الفلسطينية والآن أصبحت الشعوب تعلم ما لا تتوقع الأنظمة أنها تعلمها ندري الآن أن بعد الضغط الذي حصل وبعض التسريبات التي طلعت أن الأردن تواجه عدوان خماسي عليها من أجل الضغط عليها من أجل تمرير صفقة القرن ربما حدث هذا النوع من الاجتماع الصوري الذي لم يقدم للمواطن الأردني ما يستحق فبوجهة نظري أنها كانت في حاجة إلى هذا الدعم الخطري ونحمد الله نحمد الله بعد ردود أفعال الشعب الأردني في وسائل التواصل الاجتماعي قلت أحمد الله أن مقولة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أبشروا بالعز والخير أنها كفتنا وفاضت أيضا لإخواننا العرب بدت تنتقل للأشقاء أينما كانوا دكتور ربيعا نحن الآن في برنامج الحقيقة ونتمنى دائما أن لا نبتعد عن هذا المحور محور الحقيقة في التعاطي وفي التعامل مع الأزمات الأردن الشقيق خفض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر مع بداية هذه الأزمة وهذا معلوم لدى الجميع ونعلم أيضا من هو المتسبب سواء كان من جانب الضغط أو من جانب الابتزاز المالي لذلك أقدم الأردن على هذه الخطوة هنا السؤال كيف تقيم ما قامت به دولة قطر مع الأردن الشقيق رقم ما حدث في هذه الأزمة أنا أعتقد قطر قد تكون هي من الدول العربية الأولى الدعم للسياسة في الأردن والدعم أيضا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن هناك مشاريع اقتصادية هناك تفاقية شراكة بين قطر والأردن وقعت في السابق لكن النقطة المهمة التي نذكرها في هذا المقام هو التكالب على الأردن في هذا التوقيت بالذات لا ننسى أن الأردن كانت وقفت ضد حصار قطر أيضا كانت تؤيد جميع المبادرات التي تأتي لحل هذه الأزمة مثل ما تفضلت أيضا قضية أن الأردن فيها شريحة كبيرة من الإخوان المسلمين الأردن لم تصفي الإخوان المسلمين أو لم تتعرض لهم بحكم أنها جزء من الشعب الأردني كذلك الأردن لم تدعم جيش التحالف في اليمن أو الحرب على اليمن ولذلك أنا أعتقد أنه كان موقف محايد وقطر تؤيد هذه الدولة الشقيقة بحكم أنها صديقة وتسير في موقف حيادة في هذا التوقيت دعنا نتحدث سيد جابر مباشرة عن الوضع الاقتصادي بما أننا تحدثنا عن الوضع الاقتصادي في الأردن والذي نتمنى صراحة في هذا الشهر الكريم أن يخرج الأردن الشقيق من هذه الأزمة وهو معافى تحت قيادته الهاشمية نتحدث عن الوضع الاقتصادي في دولة قطر طبعا لا نتحدث من برنامج الحقيقة أو من الصحف وأنت مدير تحرير إحدى الصحف القطرية نتحدث من تقارير دولية معنية بالاقتصاد تابعة للأمم المتحدة كبنك الدولي تحدث عن نمو الاقتصاد القطري هو الأعلى خليجيا هو الأعلى عربيا ب2.6% ماذا يعني ذلك اقتصاديا وأنت مدير تحرير الصحيفة ماذا يعني ذلك انعكاسا على الوضع التجاري والاقتصادي في دولة قطر ونحن الآن في أزمة أنا باختصرها لك إلى أحد المحررين الاقتصاديين السعوديين في بداية الأزمة أول سبوع من الأزمة قبل أن تكتم أنفاسهم قال هذه الإجراءات ستحول قطر إلى يابان أخرى فبفضل الله سبحانه وتعالى اقتصاد جاءت رياح الحصار بما لا تشتهي دول الحصار فكانت هذه النتائج التي يعني كانت بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية الموثوق فيها أنا برأيي أن حتى دول الحصار يعلمون أننا تجاوزنا هذه المشكلة الاقتصادية لماذا التكابر برأيك؟ تجاوزنا هذه المشكلة الاقتصادية بل وانعكست عليهم وأنا برأيي أن اللي قاعد يصير الحين حتى يعني لو ربطنا الأحداث بما يحصل في الحديدة الآن يعني حين بعد انخفاض الغير معهود في والدات جبل علي أصبح أمام الإمارات ليس أمامها إلا أن تسيطر على الحديدة على ميناء الحديدة وهو ثاني أكبر ميناء وتدخل فوق السبعين في المئة من الموارد اليمنية فأصبح يعني كلما تعرضوا إلى صفعة توجهوا إلى جريمة أخرى لكي يداو أنفسهم من الصفعة التي قبلها فأنا برأيي الحمد لله نتجاوزنا هذا الأمر إلى ما هو أبعد يعني احنا نقول يمكن في بداية أول سنة يعني كان هناك جهود حثيثة للحكومة فأنا برأيي الحمد لله نتجاوزنا هذا الأمر إلى ما هو أبعد يعني احنا نقول يمكن في بداية أول سنة يعني كان هناك جهود حثيثة للحكومة لمحاولة تفادي ما حدث من الضرر ولاحظنا الجميع لاحظوا أن في أول سنة بفضل سبحانه وتعالى أصبحنا في غنى عن منتجات دول حصار ومنذ بعدها بأسبوع أصبحنا في غنى حتى عن أدوية دول حصار فنعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى مرحلة ثانية التي للأسف الشديد حتى هذه المرحلة سنحارب ولكن سننتصر بإذن الله في المرحلة الثانية وهي أن تحاول دول الحصار أن تعوض هذه الخسائر الاقتصادية إلى مكاسب سياسية وهذا ما لم يحدث بإذن الله في هذه النقطة دكتور كما تحدث السيد جابر وحديث عن تجاوز دولة قطر وتكابر البعض إعلاميا في دول الحصار عن عدم ذكر ما تم ذكره مع بداية هذه الأزمة سينتهي الاقتصاد القطري سيقصم ظهر الجانب التجاري في دولة قطر إلى آخره الآن بعد هذه التصنيفات الدولية والحديث عن ما وصل إليه الاقتصاد القطري بفضل حنكة والسياسة المتبعة والأوامر والتوجيهات السديدة من سمو الأمير وتعاطي الحكومة الموقرة مع ذلك اليوم عندما نستذكر هذه الأزمة يجب أن نغفل عن موضوع هام جدا وفي ليلة القدر أيضا هو القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي وكذلك ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طبعا دولة قطر رحبت والعديد من دول العالم رحبت بهذه الخطوة لكن هناك من هو متوجع متألم صراحة بما يهم من أمر الخليج وأهل الخليج ومستقبل الخليج هناك حلت بين الأعداء الأمس وهم لا يمتون لا لسلة بين روابط تاريخية أو ثوابط قديمة بين تلك الدول هنا الفرق عندما نحكم بين لقة العقل بين لقة المنطق بين لقة المطلوبة بين الأشقاء عندما يختلفون في أزمة من الأزمات لماذا حلت هناك ولم تحل هناك؟ والله سؤالك سؤال جدا وجهة أنا أعتقد أن الحل الخلاف بين أمريكا وكوريا الشمالية يأتي أيضا لحلال السلام في العالم وخلاص في موضوع التسلح النووي يمكن كوريا بدأت في التسلح النووي منذ الخمس سنيات أيضا نشوف الأزمة حلت الآن أنا أعتقد أن هذا جزء من نشر السلام في العالم أيضا نحن نتمنى أيضا من دول مجلس تعاون أن تسعى لنفس الشيء بحيث أن يكون عندنا مجلس تعاون قوي تكتل إقليمي يسعى للوحدة الخليجية منذ الأزمة وحتى الآن أكثر من سنة لم نشهد أي جلوس على الطاولة بين الدول الست على طاولة واحدة لحل هذه الأزمة هذا طبعا يجعلنا نسعى ونطالب دائما كمفكرين ومتابعين لهذه الأحداث بأن يكون مجلس تعاون القوة الحاضرة أو المؤثرة في هذا المجال دول مجلس تعاون تحتاج إلى التوحد إلى الوحدة الخليجية التنافر بيننا والتلاعب بالألفاظ والتقادف الإعلامي غير المبرر يجب أن يتوقف لكي نكون قوة مؤثرة في الساحة من أجل وحدتنا نحن لماذا أساس المجلس تعاون؟ من أجل أن يكون هناك تكاتف وفينا تعاون لا تنسنا دول الخليج تمتلك أكبر قوة في البترول العالم ولذلك هي قوة مؤثرة في الاقتصاد وجود هذه الأزمة أيضا أتمنى أن يزول قريبا إن شاء الله إن شاء الله طبعا هناك من كما تطرق قبل قليل سيد جابر بحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي والردود التي تأتي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وهي المتنفس الوحيد للشعوب الخليجية وكذلك العربية هناك بعد البرنامج مباشرة من دائما أنا دائما أضع تقريدة بأن ضيوفي فلان وفلان وأقرأ بعض التقريدات بأننا نحن في غنى عنكم يتحدثون البعض هناك طبعا هذه ذباب إدليم وجماعته وبعض سبحان الله وبعض التوجهات التي تأتي للمرتزقة باستمرارهم لأنها لقمة أيش فلذلك هناك الاستمرار يتحدث بأننا لماذا الحديث دائما عن حل الأزمة الخليجية أنا أعلم بأن هذا الرجل لا يمتلك صلة قربة مع أشقاء له سواء كان في الإمارات أو في عمان أو في البحرين أو في الكويت أو حتى في قطر لذلك يتحدثون كثيرا بأننا خلاص الأزمة هذه مستمرة لذلك تعودوا عليها في قطر بأنها أزمة مستمرة هذا النوع من الناس حتى وإن كان ذباب إلكتروني نحن نتعامل مع التحرير المادة التحريرية ما يقوله هذا الرجل ولكن في نفس الوقت يجب أن نتحدث بكل صراحة وأريحية السيد جابر في هذا الموضوع هذه العينة هل زادت من بداية الأزمة ومتى تختفي برأيك من ناحية ذباب إلكتروني أنا فيه معلومة يعني يمكن أنا شخصي روميني أنا بحث فيها ولكن استفثت من أحد البرامج التحقيقات التي قلعت في البي بي سي وأيضا في قناة الجزيرة وأنني محمد ليسوا أشخاص يعني أن ذكرت لي أن فيه شخص الآن رجال هذا الكلام أنه يمكن أن يمكن ما عنده صلة قرابة ليسوا أشخاص ليسوا أشخاص برامج هم برامج يعني التغريدة التي تشوفها الآن راحت لأكثر من خمسة ألاف أو ستة ألاف شخص نفس الكلمات نفس الكلمات ونفس الأسلوب أيضا حتى في ترويجهم وبعض البرامج يعني يختارون يمنشنون جميع الحسابات في قطر سواء كانت قطرين أو مقيمين فهم ليسوا أساسا أشخاص لأنه لا يمكن حتى وأن كان هناك من يؤيد إجراءاتهم وحماقاتهم لن يكونوا بهذا العدد إذا من يدير هؤلاء؟ يدير هؤلاء هو وزير الذباب الإلكتروني طبعا نحن معرف بس اللي أنا بيأوصل للناس وأنا أحييهم على البرنامج الذي يطلع في تحقيق القناة الجزيرة وأيضا تحقيق البي بي سي أنه لا ليسوا أشخاص ليسوا يومين يعني ليسوا بشر بشر وهي برامج والبرامج هذه هي من تحرك هذا الذباب الإلكتروني من ناحية الأزمات وإن تحدثت خلي محمد أن الأزمات وإنها تحل بالطرق السياسية محمد أي أحد يعرف ألف باء السياسة يعرف أنه جميع دول آلم بينها اختلافات سياسية سواء كانت يعني لأنه مصالح تتغير والسياسات تتغير ولكن جميع المشاكل تحل بالطرق الدبلوماسية يعني عندما يعني يقود هذه الدول وناس لهم باع في الدبلوماسية ولهم باع في السياسة تحل بالسياسة ولا تحل بالبرطجة ولا تحل بمحاولات الكذب ولا تحل بمحاولات الكذب ليس علينا الكذب على شعوبهم يعني هم الآن لم يصدقهم أحد وأنا أعطيك مثال بسيط تفضل الحين صار لكم سنة نرجع لإقتصاد صار لكم سنة ونت تقولون قطر تسقط واقتصاد قطر ينهار لو كان العالم العربي يصدقكم أو صدقكم في هذه السنة لما رأينا فرحة الإخوان الأردنيين بعشرة ألاف وظيفة وأنهم بيجون بيساعدوننا ويكونون شركاء ويكونون ممنونين لهم ويكونون شركاء لنا في نهضة الوطن فرحة الشعب الأردني اليوم تؤكد بأن كل ما أقدموا عليه دول حصار وأعلام دول حصار من محاولة الكذب بأن الاقتصاد نهار هذه معناتها لم يصدقهم أحد يعني هذا مؤشر بأنه بعد عام كامل هناك فرحة بأن هناك شعوب عربية تريد أن تعمل في قطر لو كانوا يشكون أنها قطر سقطت أو أن قطر اقتصادها لا ينمو لما فرحوا بهذه الفرصة هذه من ناحية في نقطة أخر أخي محمد أن ذكرت أن بعض الناس يقول لك ليش في آخر نقطة أن ذكرتها أن ليش أنتوا تستمرون في هذا النمط في هذا النمط وأنتوا تقولون نحن في خير بدونهم أنا أحيل جميع المشاهدين وأخص بالذكر المواطنين القطريين فيه كلمة قالها سمو الأمير في خطابه في مجلس الشورى والكلمة هذه احنا يعني أخذناها والتقطناها في جميع حتى في سياراتنا ألا وهي نحن بألف خير بدونهم أنا أحيل كل المشاهدين أن يشوفون الفقرة ما بعد نحن بألف خير بدونهم صاحب السمو قال ويريتني كنت جبت مع الفلاشة وطلبت المخرج يذكرها قال صاحب السمو في الخطاب نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول فنحن بألف خير بدونهم ولكن ما يجري ليس مقاطعة وإنما هذه حرب اقتصادية نحارب اقتصاديا ما زلنا نحارب اقتصاديا يوميا أنا كصحفي أطلع على جميع صحفهم اليومية أكثر من 365 يوم لم يمر يوم واحد إلا ما صحفهم تتحدث عن قطر من مقالات ومن كرخثيرات ومن كذب ومن أخبار وإذا خلصت الأخبار وشافوا ما صار فيه خبر قالوا لسعود القحطاني غرد علشان بكرة الصحف كلها تاخد تغيرتك لأنها خلصت الأخبار خلاص خلصت المواد فهم مطالبين بأنهم يوميا يستمر الهجوم فلو كانت الموضوع مقاطعة بس فرقهم عيد ليش أقولك فرقهم عيد وحاليا تحديدا لأن من صالح أي دولة لا ترتبط سياسيا بمن يتخبطه الشيطان من المس فالجماعة يتخبطهم الشيطان من المس فمن صالح أننا لا نرتبط بهم سياسيا ولكن هناك حرب مستمرة فبما أن الحرب مستمرة ما أقدر أجيك أنا يا أخي محمد وأنت علامي وأقول لك نزل القلم وأنت ما زلت تحارب وما زلت تحارب إعلاميا أضف إلى ذلك أخي محمد وممكن أن نضيف اللي قضيت ملف كاس العالم وهذا اللي سألك فيه قبل ما ننتقل الملف موجع يعني هذا الملف هدفهم من ضرب الاقتصاد القطري أخ جابر ومن ثم تنهار هذه الدولة وفشل في هذا بفضل هذا الشيطان على طاري كاس العالم وقبل الحديث للتقرير المقبل نود الحديث عن ما حدث اليوم من التصويت لكاس العالم 2026 وكانت المنافسة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الشقيقة وقفت بعض الدول العربية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ووقفت أيضا بعض الدول العربية بما فيها الجزائر ودولة قطر وتونس إلى جانب المملكة المغربية أين العروبة بمن يتشدق بالعروبة أين الوقوف إلى جانب الأشقاء في مثل هذه المواقف في رأيك نفس السيناريو اليوم يحدث وما حدث في سيناريو اليونسكو في الانتخابات عندما وقفت بعض الدول العربية مع المرشح الفرنسية ضد المرشح قطر يعني المؤامرات العربية العربية مع كل أسف هي مستمرة من أجل النيل من بعض الدول يعني خالي نكون صريحين المملكة المغربية المغربية وقفت مع قطر في هذه الأزمة وقد تكون متحفظة على بعض آراء دول الحصار ولذلك تجد أن دول الحصار أو خلنا أخذ المملكة بشكل خاص يعني وقفت ضد ملف الأردن منذ البداية عندما أعلنت المغرب أنها ستقدم هذا الملف طبعا هذا التأمر هو يأتي مؤامرة مستمرة على الدول العربية من قبل الأسف دول عربية كان يفترض أن تقف مع الدول الشقيقة لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة كما تعلم دولة كبرى وهي مساندة للمملكة العربية السعودية وعندما نتحدث عن الملآت السياسية ستكون حاضرة في هذا المقام وهذا الموضوع لا يحتاج منها لتفصيل أخ جابر كما نعلم سيد جابر في هذه النقطة تحديدا هل تعتقد بأن موقف المملكة المغربية من هذا الهجوم ومن هذه الأزمة الخليجية الموقف منذ بدايته وإرسال ملك المغرب بطائرات تحمل المواد القذائية والأدوية وهو يعلم بأن دولة قطر ولله الحمد في خير ولكنها رسالة رمزية وضمنية إلى دول الحصار بأننا لا نقف إلى جانب مثل هذه القرارات هل تعتقد بأن هذا الموقف هو السبب الرئيس لوقوف السعودية وغيرها من دول الحصار إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة المغربية في مسألة كأس العالم 20-26 أنا برأيي وكما هو سائد في الفترة الحالية من ضحارة التفكير أنا أعتقد أن وأرجح الرأي لأنك كنت لكن في بعض الدول من ضمن اللي لم يصوت للمملكة المغربية في بعض كل دولة لها ظروفها ولكن أن تصوت لمجموعة الثلاث أو برنامج المشترك لكندا والمكسيك وأمريكا شيء وأن تروج وتتبجح بأنك لن تصوت للمغرب وستتصوت لأمريكا هذا شيء آخر يعني هناك دول أنا صراحة كنت سعيد بأن دول المغرب العربي الثلاث كلهم وخصوصا الجزائر صوتوا للمغرب وهذا أمر يعني يعرف الشأن المغاربي يكون سعيد جدا بهذا الأمر بأن كل دول المغرب العربي صوتت مع المغرب وهذا جميل والحمد لله أننا من ضمنهم مسألة التبجح في بداية ما أعلنت المغرب وأيضا كان هناك تتحدث أخبار على أن السعودية لم تكتفي فقط بالتصويت الأمريكية نكاية في المغرب بل بلعت أيضا دول أخرى وابتزت دول أخرى لكي تصوت للولايات المتحدة الأمريكية فنظام مثل النظام السعودي لا يقارن ببعض الدول التي قد تكون لها ظروفها في تصويتها ضد المغرب في هذا المغرب حنا مستمرين طبعا في هذه الحلقة لكن ننتقل معكم دكتور ربيعة وكذلك سيد جابر وأيضا مع المشاهدين إلى هذا التقرير حيث بدأت دولة قطر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية السبب طبعا في ذلك هي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بحق مواطني دولة قطر ميدان آخر تتحرك فيه دولة قطر لمواجهة الحصار الجائر الذي مضى عليه أكثر من عام القضاء الدولي سيكون الفاصل بعد أن تبخرت على ما يبدو احتبالات التسوية السياسية حتى هذه اللحظة وهو ما دفع قطر لمقاضات الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بعد أن وثقت آلاف الشكاوي لانتهاكات مختلفة على مدار عام مضى من الحصار قامت دولة قطر اليوم بالتقدم بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وذلك بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وكل الدولتين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وقعتا على هذه الاتفاقية وبموجب هذا التوقيع فإن كل الدولتين خضعتان للإجراءات القضائية لهذه المحكمة الشكوى القطرية تشير إلى دور الإمارات بقيادة إجراءات تعسفية تجاه القطريين حيث أغلقت أبوظبي مجالها الجوي وموانئها أمام قطر ووثقت كذلك حالات التمييز العنصري ضد الأفراد تمثلت في 1297 حالة انتهاك الحق في التنقل و93 حالة انتهاك الحق في الإقامة و110 حالات انتهاك الحق في العمل و165 حالة انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية و37 حالة انتهاك الحق في الصحة و646 حالة انتهاك الحق في لم شمل الأسرة و1234 حالة انتهاك الحق في الملكية و513 حالة انتهاك الحق في التعليم الحقيقة أن دولة قطر بدأت هذه الإجراءات مبكرا ومنذ اليوم الأول قالت دولة قطر بأنها لن تألوى جهدا في المحافظة على حقوق مواطنها والإجراءات القانونية ماضية منذ ذلك الوقت لكن كانت تلك الفترة الماضية هي فترة تجميع المعلومات وتجميع الوثائق وتطالب الدعوة القطرية بأن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تعويض كامل للمتضررين الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لكن التقدم بالدعوة ضد الإمارات وحدها يعود إلى توقيع كل من قطر والإمارات على المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وتنص على اختصاص محكمة العدل الدولية في البت في هذه النزاعات دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على البند 22 من هذه الاتفاقية وعليه يمكن إقامة هذه الدعوة الغضائية ضدها في حين أن السعودية المملكة العربية السعودية والبحرين لم توافق على هذه المادة إذن التحرك القطري أمام القضاء الدولي هو تحرك قانوني وحقوقي ولن يكون بمعزل عن بحث أي حلول دبلوماسية من شأنها إيقاف الانتهاكات المترتبة على الحصار حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور تابعنا هذا التقليل يتحدث عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتحديدا ضد المواطنين القطرين متابعتك لهذه الشكوى وماذا يمكن أن نرى بعد هذه الشكوى برأيك طبعا قطر تقدمت إلى محكمة العدل الدولية لأهداف وكما تنص عليها قانونيا ولذلك المتابع القانوني والملاحق القانوني لدولة الإمارات في هذا الصدد هو يأتي من باب إعادة الحقوق للقطريين لدينا همشة حقوقهم في هذه الأزمة من خلال التمييز العنصري من خلال مصادرة عقاراتهم في دولة الإمارات على سبيل المثال حقوق القطريين الطلبة القطريين في مجال التعليم الأسرة القطرية التي تضررت وكذلك رجال الأعمال الاقتصاديا تضرروا في نفس المجال أنا أعتقد أن هذا القرار إن شاء الله الذي سيصر قريبا سيكون درسا لدولة الإمارات يقدم أيضا دروس لدول أخرى لكي لا تعمل نفس الشيء مع دولة قطر في المستقبل سي جابر كما استمعنا لدكتور ربيع وحديث عن هذه الشكوى الآن وتحديدا في هذه النقطة مسألة تأخر هذا الملف الآن نحن بعد عام كامل من بدأة هذه الأزمة ودولة قطر تقدمت بشكوى قبل يومين من الآن حتى الآن برأيك ما هي الأسباب التي دفعت دولة قطر إلى هذا التأخر هل تعتقد بأن هناك احتمالا بأن الأزمة الخليجية ستحل وإعطاء فرصة للجانب وساط الكويتية في ذلك ادخال الجانب الدبلوماسي والسياسي من أجل حل هذه الأزمة لماذا التأخير برأيك بعد عام كامل هو مثل ما اذكرت سعادة لولو الخاطر المتحدث الرسمي باسم الخارجية هناك نوعين أو شقين من التعويضات هناك تعويضات تتعلق بالدولة هناك تعويضات تتعلق بالأشخاص لا تملك الدولة أن تتنازل عن هذه التعويضات مسألة التأخير ومنها مرور عام أيضا ذكرتها سعادة المتحدثة بأن كان هذا العام هو عام كانت تستوفى فيه تجميع المعلومات وجمع المعلومات والانتهاكات والتواصل مباشرة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنا في هذه المناسبة أقدم كل الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على جاهزيتها منذ اليوم الأول وأنا قلتها مباشرة لساعدة الرئيس بأنه قد تكون دول حصار محسبة حسابها على جاهزيتكم من اليوم الأول فأقدم لهم كل الشكر مسألة الحقوق التي تتعلق بالأشخاص لا أعتقد أن الدولة تملك أن تتنازل عنها ومن ضمنهم أنا شخصيا أنا لا أتنازل حتى لو تنازلت الدولة أنا لا أتنازل عن القضية التي أرافعها على دول حصار هذه نقطة النقطة الثانية الموضوع لا يتعلق فقط بالمواطنين القطريين أيضا هناك انتهاكات ضد المقيمين في قطر يعني أنت كمقيم في قطر الآن عندك صعوبة في التوجه إلى هذه الدول الدول الأخرى ولا تعترف بشهادات حتى أبنائك أنا سمعت أنه فيه كابتن في الخطوط القطرية انتقل من القطرية إلى الإماراتية وفي أول سبوع حتى ما غير ليسن رخصة السيارة القطرية ما غيرها في أول يوم صار حادث شافوا ليسن القطري قالوا هذا ما نعرف فيه وغلت عليك وفضل أصلا أنه يستقدم أطفاله ودى أطفاله لأردن بلده يعني شوف كيف التعامل هذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان هناك أمور لا تتعلق فقط بالمواطن القطري وأملاك المواطن القطري أيضا ما يتعلق بحقوق المقيمين في دولة قطر الدكتور مضمون هذه الشكوى كما استمعنا هي ليست كما تحدث السيد جابر هي ليست فقط على المواطني القطري وإنما هناك أيضا شكاوى ضد المقيمين في دولة قطر عندما يأتي المعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثلت في عدد من النقاط لعل أبرز تلك النقاط هو منع الإمارات القطريين في التصرف باستثماراتهم وفي عقاراتهم برأيك لماذا هذا المسلك لماذا هذا المسلك من قبل الإمارات العربية المتحدة ألم تكن إمارة دبي على سبيل المثال هي عاصمة كما يقولون عاصمة للمال وللأعمال هي عاصمة للأموال الوهمية حقيقة وغسيل الأموال وليس للأموال الحقيقية هذه حقيقة يجب أن نبوح بها هكذا تقارير دولية تقوصها وهذه التقارير وكل سمعناها قبل كم يوم بس بالإضافة لكلام الأخ جابر أضيف أن بعض المقيمين في قطر عندما يذهب إلى الإمارات عندما يشاهد في الجواز السفر إقامة في قطر أو تأشير مقيم في قطر هنا يعرقل مثل ما بالإضافة إلى ما ذكرت الأخ جابر وأشياء كثيرة حقيقة أموال للمقيمين في قطر عقارات مستثمرين في دبي كلها صودرت لأنه لا يستطيع أن ينتقل من قطر بإقامة قطرية يعرقل في المطار ثم طايقته وقد يصادر منه العقار على سبيل المثال لكن أنا حقيقة قبل أيام كنت أتحدث مع أحد رجال الأعمال وتضرر بالملايين حقيقة في دبي لا يستطيع أن يحصى على مال لا يستطيع أن يعرف العقار أين وصل لا يستطيع أن يعرف عن مدخول الشهري مثلا في حرب تشن ضد القطريين والمقيمين والسبب أنه قطري لأنه قطري في المقاملة وحتى المقيمين وهذا حقيقي هذه ناحية أنا أعتقد أنه بالنسبة للجنة الوطنية الحقوة للإنسان في قطر وعلى رأس الدكتور علي بن صميخ المري حقيقة يشكر على هذه الجود حقيقة من خلال توثيق تاريخي وسردي لكل ما تم توثيقه للحالات التي أنتهكت من قبل القطريين والمقيمين وعلى مدى سنة يعني هذه أرقام هذه ملايين قد تصل مليار 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 لا نعرف لأن أنت عندك أيضا استثمارات في الخارج تمثل القطري والمقيم على أرض قطر يمتلكها في دول الحصار وحتى في السعودية أيضا هناك أيضا انتهاكات القطريين في مجال العقار لكن نحن نركز على الإمارات ونعتقد أن قضية المحكمة العدلة الدولية القرار سوف يكون قرار تاريخي بإذن الله تعالى وسينصف قطر بإذن الله تعالى سيد جابر في هذا الملف تحديدا وبعض المواد التي أتت في الشكوى هناك طبعا متضررين قطريين العقارات وأيضا منع المواطن القطري من العلاج منع المواطن القطري من أكمال التعليم حرية التعبير حرية الرأي إلى آخره من هذا الكلام الآن كمدير تحرير وأيضا إعلامي دولة قطر لجاءت الإمارات إغلاق مكتب قناة الجزيرة هناك طبعا شيء راجع إلى السلطات في الإمارات وأيضا حضرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية وكل من يتعامل مع دولة قطر إعلاميا لماذا هذا المسلك؟ لماذا اتخذت الإمارات هذا الطريق؟ ألم تكن هناك وزارة للتسامح ووزارة لإعطاء حرية الرأي إلى آخره من هذه الشعارات التي كنا نراها وكنا نرى بعض الأشقاء يتقن بها عن الإمارات طبعا استثنوا بين سبورت لأنهم لو ما استثنوا بين سبورت يعني 99% ما في دبي يسافرون في فترة كاس الآلم ما رح يكون في فنادقها أحد يعني فاستثنوا بين سبورت اللي أنا يعني أقوله من الخبر من أول ما سمعت الخبر خبر قطر دعوة على الإمارات في محكمة الأدل الدولية هذه هي دولة القانون أنت لكم سنة كاملة وأنتوا ما أخليتوا شكوى ولا أخليتوا مصيبة اللي ربطتوا اسم قطر فيها يا أخي أعطني شكوى وحده يا أخي وح بشكل حضاري إذا أنت فعلا دولة قانون رح لمحكمة الأدل الدولية يعني إحنا محمد على السريع أنا أقولك في فرق بين الأزمة والكارثة الأزمة مثلا يعني لو تم اختراق طائرة عسكرية أجنبية لأجوائك هذه تعتبر أزمة إلى أن تطلق النار هذا يتتحول إلى كارثة أنتوا اتهمتوا قطر بكوارث وليست أزمات اتهمتوا قطر بكوارث صارت داخل دولكم طيب يا أخي خذوا دليل واحد وروحوا محكمة الأدل الدولية علشان الناس كلها توقف ضد قطر أما أنك أنت تحاول أن تروج عن طريق ذبابك وتحاول أن تستغفل شعبك بأن ترمي التهم جزافا وبدون أي دليل واضح وبعدين يا وزير الخارجية السعودي هو قال لك أن احنا عندنا وأعتقد بعد قناة العربية قالت فيه تسجيل صاحب السمو الأميرة يعني وفيه تآمر على قطر طيب وين هو صار له سنة ما طلعوا فهذا اللي نقصد أخي محمد أن نشوف الفرق ما بين دول القانون ودول البرطجة ودول اللي نعلم أنكم تعلمون أننا برطجية بس هننا برطجي على ذكر بي إنسبورت الدكتور ربيعة رأينا تزموت من قبل الإمارات العربية المتحدة ومصر ودول حصار البحرين والمملكة العربية السعودية في عدم التعامل مع بي إنسبورت في الأخير رضخت الإمارات ووقعت مع بي إنسبورت وكذلك مصر وأيضا البحرين في الطريقة عندما سؤل الشخص المسؤول عن الرياضة في المملكة العربية السعودية عن إقدام الإمارات وإقدام مصر على هذا المسلك وأنتم إلى الآن قال الحل قريب الحل رأيناه كذلك من خلال بي أوت كيو انظر إلى البجاحة انظر إلى قلة الأدب أنت رجل في منصب وزير في الدوان الملكي طبعا هذه الأشكال لا تراها في عصور مضت في الملوك اللي حاكموا المملكة العربية السعودية لكن السلطة الحالية مرتضية له وهناك طبعا حميمية ما بين ولي العهد وهذا الرجل وهذه بكل صراحة لازم أن نتحدث بها من خلال هذا البرنامج الآن هذه القناة واستمرار الحكومة في إعطاء الضوء الأخضر لها لماذا لا تحترم القانون الدولي الآن وجود الحرمين الشريفين يحتم على الأقل هذه الدولة أن تحترم المسلمين أينما كانوا صرق عيني عينك تعليقكم دكتور شوف بالنسبة للموضوع المينسبورت يعني أنا أعتقد أن العملية أصبحت بيد قطر خلاصة ليش نحاول أن نسيل قطر رياضيا أو نشوف التصريحات المسؤولة الأول عن رياضة في السعودية لأننا في كاس العالم أنا أتوقع بكرة التغريدات والتعليقات سوف تكون ساخرة من لا نعرف في المباراة الأولى للسعودية أمام روسيا ماذا سيحدث ويعني نشوف امتلاق قطر على العموم نتمنى التوفيق للشقيق في المملكة العربية السعودية نتمنى المنتخب المملكة العربية السعودية نعم صحيح لكن المسؤول عن رياضة عندما يتحدث بهذه اللغة الركيكة وهذا الأسلوب السخيف جدا نحن منحقنا أيضا أن نعبر بأن هذا الشخص غير مناسب في المكان المناسب يجب أن يكون شخص مؤهل ويستحق أن يدير الرياضة بالشكل الصحيح في المملكة العربية السعودية ولكن هذا هو المطوف في الوقت الحالي أن يكون من خلال مبادئ المبنية على الأخلاق وعلى العلم وعلى الثقافة الواسعة هذه الثقافة تضحل جدا لا تمثل الثقافة والرياضة في السعودية نعم حنى بننتقل إلى تقرير جدا مهم حادثة حدثت وهي مسألة تسييس الاستمرار في مسألة تسييس المشاعر المقدسة لذلك تسمح لدكتور ربيع وأيضا السيد جابر بالانتقال معكم وأيضا مع المشاهدين إلى تقرير آخر حيث أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استغرابها من بيان وزارة الحج والعمرة السعودية الذي ادعت فيه أن حكومة دولة قطر تمنع المواطنين وتمنع المقيمين من الذهاب إلى العمرة زاعم طبعا أن باب العمرة مفتوح للجميع فيما لا تزال هناك موانع هناك قيود على أرض الواقع نشاهدها يوميا خلونا معا نشاهد هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة ينقضي رمضان للعام الثاني على التوالي وحجاج ومعتمر قطر من المواطنين والمقيمين لا سبيل لهم للوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء العمرة أسوة بملايين المسلمين إجراءات المنع ما تزال مستمرة لإغلاق معبر سلوى من قبل السلطات في الرياض وهو المنفذ البري الوحيد لقطر على السعودية وكذا الأمر مع حركة الطائرات القطرية الممنوعة من دخول الأجواء السعودية وصولا إلى مطار جدة السفارة أو القنصلية السعودية لا تعمل في قطر لإصدار التأشيرات واستكمال الإجراءات مع حملات الحج والعمرة كما أن البوابة الإلكترونية لتسجيل الحجاج والمعتمرين مؤصدة أمام القطريين السلطات السعودية تسهل وصول القادم من قطر أو حتى القطري إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة أو حتى إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز هناك بالمدية منورة وفيما تزعم السعودية بفتح أبوابها أمام الزوار من قطر وهو ما نفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معبرة عن استغرابها الشديد من صدور بيان عن وزارة الحج والعمرة في السعودية بشأن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية في الحرمين ونفت وزارة الأوقاف في بيانها لادعاء بعدم تمكين دولة قطر المواطنين والمقيمين فيها من الحج والعمرة مؤكدة استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة ودون غيرهم من مسلمي العالم الوزارة دعت الجهات المعنية في السعودية للنأي بالشعائر الدينية بعيدا عن التجاذبات السياسية لسيما في هذه الأيام المباركة ليبقى التسييس سيد الموقف على الشعائر الدينية مرتهنا بالتجاذبات السياسية حاله حال الدراما الرمضانية التي طوعت كأذات لخدمة المقاصد السياسية لقد نفذ صدري على ما تفعله يا قطري وإن يرى أن تفع بلائك عن أرض المسلمين أعظم من صداقتنا وشوارنا المهلب بن أبي صفرة واحد من الأعمال الممولة إماراتيا ظهرت فيه بصورة واضحة أجندة صناعه لتبرير الحصار الجائر على قطر وكذلك عمل مسلسل العصوف ليظهر الصورة التي تطمح إليها السلطات السعودية عن ماضيها ومستقبلها من انفتاح وتمرد على الواقع المحافظ الذي ظل السعوديون يدافعون عنه لسنوات في عام حصار قطر الثاني تبدو دول الحصار عاجزة عن إقناع العالم وشعوبها تحديدا بمبررات فعلتها فتلجأ إلى أي سبيل متاح حتى وإن كان الكذب والافتراء لتشويه الحقائق ودس رسائل مبطنة هي أبعد ما تكون عن الواقع حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور تابعنا هذا التقرير يتحدث عن الإجراءات التعسفية التي تتبعها المملكة العربية السعودية من أجل وصول المعتمرين القطريين أو المعتمرين بشكل عام من دولة قطر طبعا هذا للعام الثاني على التوالي وأن نكون أكثر صراحة دكتور هناك من المعتمرين القطريين الذين أدوا العمر في المملكة العربية السعودية ولكن ليست من دولة قطر سواء كان عن طريق البر أو عن طريق الجو السؤال لماذا الاستمرار في مسألة التعنت واستقلال الدين في الخلافات السياسية بإمكان المملكة العربية السعودية أن لا تقلل من هيبتها دينيا وسياسيا واقتصاديا وكل شيء فاتح الحدود فقط في مواسم الحج والعمرة وبعد ذلك بإمكان حدود أن تقلق إلى ما لا نهاية لا ضير في ذلك ولكن ذهاب القطري من هنا إلى سلطنة عمان ثم الانتظار في الترانزيت ثم الانتقال من عمان إلى مطار الملك عبد العزيز أو الانتقال إلى الكويت لماذا هذه الخريطة الطويلة في مسألة الذهاب إلى العمرة وطبعا تنسيس الحج والعمرة قضية أصبحت شائكة في المملكة العربية السعودية بسبب طبعا التعنت في سياسته ومحاربة القطريين ومقيمين في قطر من الذهاب إلى الديار المقدسة الذهاب إلى الديار المقدسة حق مشروع لكل مسلم يذهب إلى مكة والمدينة طبعا حليل نشوفه الآن هو تمادي في هذه السياسة لابد من فتح الحدود القطرية والمقيمين للذهاب إلى مكة وأنا أعتقد أن مرور أكثر من سنة الآن يدل دلالة واضحة أن السعودية غير متجاوبة وستظل غير متجاوبة لكننا اللي انتمنى أيضا أن الإعلام في دول الحصار لا يؤجج هذه المشاعر وهذه العلاقة بين قطر والسعودية لأن كما تعلم الإعلام يالعب دور كبير اليوم في غسل الأنغة وتوجيه الرأي العام وحتى أيضا يحرض الشعب السعودي على الشعب القطري رغم أن الشعبين على قلب واحد في مثل هذه الأزمات المصيبة سيد جابر إذا حضرت المقارنة إذا حضرت المقارنة ما بين المواطن الإيراني والمواطن القطري هم يقولون بأن المواطن القطري في قلب فلان وفي عين فلان وفي مخ فلان وبعد ذلك نرى تبعات كاذبة لكل هذا الكلام الآن المواطن الإيراني يذهب من المحافظات الإيرانية على الخطوط الجوية الإيرانية مباشرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة هذا واحد المواطن القطري لا يلف في الدنيا وبعدين يذهب مطار الملك عبد العزيز كنا صراحة كما تحدثنا مع الدكتور بأن هناك مواطنين قطريين اعتمروا مواطنون عفوا قطريون اعتمروا في مكة المكرمة هذه الأيام في رمضان الحالي لكن لماذا هذا التعسير برأيك؟ قبل أن أبدأ نفسي معلق على آخر جملة قالها الدكتور الأستاذي الكريم في موضوع الشعب الخطري أنا كانت لتغريدة من يومين تقريبا قلت أنهم أرادوا فعلا أن يكون الخلاف شعبي شعبي وهذا أكبر نجاحنا كشعوب أننا أفشلنا هذا المخطط ما يجمع بيننا وبين الشعب السعودي أكبر بكثير من دليم الديوان واللي حرك صحيح فهذه هم النقطة من ناحية العمرة نعم اللي حصل لك الآتي وأنا أحييلك وأحيي لأستاذ المشاهدين اللي حصل الآتي في ناس كثير يسألون ما معنى في عشرين رمضان ليش ما كانت يعني من بداية رمضان مفجروا والإعلام وتصور والإعلام القطري يكذب والحكومة القطرية تمنع ليش ما كانت من أول رمضان طبعا أحييلك والمشاهدين إلى آخر مؤتمر صحفي للجنة البطنية لحقوق الإنسان بعد تصريحات سيد رئيس اللجنة جنة جنونهم بعد تصريحات لأنها كانت فعلا ستسبب لهم أزمة حقوقية بعدها طلعوا وكأنهم طبعا هم افتحوا الأمور ولكن بشكل يعني بشكل بسيط افتحوا الأمور وكانوا يحاولون أنهم يقنعون الناس أنهم لم يكونوا من الأصل ممنوعين أنهم هم موجودين طيب أنتوا حين قاعدين تصورون القطريين وبعضهم ليس بقطري أصلا وشافوه الناس أنه ليس قطري أساسا قالين تصوروهم في عشرين رمضان ليش ما صورتوهم في ثنين ثلاثة أربع رمضان هذا اندلدل على أن ما حدث في السعودية هو رد فعل على المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية الخصوصية وبذلك أنا أشكر للجنة الوطنية أن أرغمت هذه السلطة أن تحترم رغبة القطريين في الحج أما من ناحية تقول لنا ليش يعني اللعوزة والروحة والجية طولة الطريق أنا بالنسبة لي وأنا على فكرة نتوقع أنهم يقول لك الآن فتحنا يمكن ترى بعد فترة يسكرونها هم فقط يستخدمونها إعلاميا يعني وإن تذكر قبل بعد ما تم الضغط عليهم وأسألوا الأمير زيد بن راعد بعد ثلاثة أو أربعة أيام أو خمسة أيام أعتقد من يوم الحصار أعلنوا بين فيناك مكرمة لمرعاة الحالة الإنسانية وهذا كان ضغط عليهم من المفوض السامي لحقوق الإنسانة هم كلما تمت الضغوط عليهم افتحوها مؤقتا وبعدين رجعوها قالوا بنضرب عصفرين بحجر خلوا هذيك ريام مع شخص كانوا يتوقعون أنه بعمر معهم وكانوا يقولون لي يعتمر يتصل على هذا الرقم وكان يغرد بتغريداته فإذا بتسمح لي بسم حمد النقطة هذه فبالنسبة لي أنا من وجهة نظر أنا أتكلم عن وجهة نظر الشخصية أنا ما أقولك أن هذا مبدأ لازم أكلمشا عليه بس أنا أتكلم عن وجهة نظر الشخصية أنا شخصيا طبعا لا أستطيع الذهاب إلى السعودية أنت شخصية لا تروح الله يرضى طيب وإن كنت أستطيع فأنا شخصيا والله ما أطوف فيها لنطوف فيها تمين بن حمد من الآخرة هذه وجهة نظري الشخصية فمسألة أن يعني محمد بس ألك سؤال إحنا نقدر نروح للقدس مستحيل لا ليش مستحيل تقدر تروح عن طريق الأردن أو حتى عن طريق إسرائيل بس ليش ما تروح للقدس لأن القدس الآن مغتصبة مغتصبة من دولة عدو صح أو لا اللي قدمتها السعودية في سنة كاملة تجاه قطر هذا وش تسمي هذا وش تسمي سؤال مشروع فأنا بالنسبة لي إذا أنا بروح لمكة في هذه الظروف فأنا أروح للقدس أولا لأنني ما بعذرتها هذه وجهة نظري ومهو بشرط أن أقولك أنها وجهة نظري صحيحة بس هذه أنا نظرتي لهم أما أننا يكون فيه هذا الأسلوب وهذا الإذلال والتأخر بالساعات ثم أين المقيم القطري أين حق المقيم القطري من الذهاب إلى مكة هذا ما تحدثوا عنها فقط المواطن القطري المواطن يقدر يروح لكويت بس هل تضمن للمقيم القطري أنه يروح مكة عن طريق الكويت أو عمان بالمناسبة شوف الإعلام السعودي حاول تسيس هذه الشعيرة بدايتها من مطار الملك عبد العزيز راحوا يدورون شوفوا أنه مواطن قطري شوفوا أنه مواطن قطري وطلعوا أحد المواطنين وهو من المملكة العربية السعودية ومعروف لدى أهل قطر بأنه مواطن سعودي حتى وإن كان مواطن قطري في وقت مضى وتم سحب الجنسية القطرية منه طبعا هذا التضليل ومساحة التلاعب بعقول كما تحدث الدكتور ربيعا وهو أستاذ الإعلام في جامعة قطر بأن يحترم الإعلام عقول المواطنين الخليجيين من أجل على الأقل إتمام هذه العمرة لا أتربص ولا أنتظرهم في مداخل الحرم ومخارج الحرم شوفونا قطري من هناك خلوا العالم يعتمرون على راحتهم بالعكس محمد أنا كإعلامي أشوف أن الخبصة اللي عاشوها هذا دليل نجاعة لضغوطنا كدولة عليهم فضل الله سبحانه وتعالى نعم دكتور أيضا في هذا المسار تحديدا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية نفت بيان لها أنه لا يوجد هناك تواصل ما بين وزارة الحج والعمرة بإمكانك الآن أو أي مواطن أو مشاهدي شاهدنا الآن ينتقل مباشرة إلى موقع وزارة الحج والعمرة ويحاول طلب دولة قطر هذه الدولة الوحيدة التي لم توضع في السيستم لم توضع في الجهاز الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة هناك استمرارية في مسألة العراقي الإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على معتمر دولة قطر طبعا هذا البيان أتى من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هل بالأمكان أن نرى انفكاك في هذا الموضوع ننتهي من هذا الموضوع يا جماعة اتركوا الدين أبعدوه قليلا قليلا عن موضوع الأمور السياسية متى ما اختلف تنوياتك الآن الآن حتى في ردود الفعل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي البعض يقول إلى الآن لم أحصل على تأشير الدخول هناك اختلافات هناك محاولة من الانتفاع من وجود الحرامين الشريفين برجعوا لك من جديد بيقولون دولة قطر تحاول أن تدول مسألة الحرامين الشريفين وهو يكذب من يقول هذا الكلام دولة قطر تفتخر بأن الحرامين الشريفين موجودة قريب إلينا في المملكة العربية السعودية ولا ننكر الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية في حفظها للأمن والأمان في هذه البقعة القالية على كل مواطن أو على كل مسلم أينما كان الآن هل بالإمكان أن نرى انفراجة برأيك؟ طبعا من نسبة للخناء نرجع للوراء إلى قضية الحملات الحج والعمر القطرية دفعت ملايين الريالات في الفترة الماضية ما زالت مصادرة هذه الأموال حسب معلوماتي المبالغ وصلت إلى ما يقارب من 100 مليون الأموال التي أخذت من الحملات القطرية ولم تسدد حتى الآن أو لم تسترجع لأصحاب هذه العملات أيضا القطريين لو ذهبوا إلى العمراء ما عندك سفارة أيضا تمثل أو تدافع عن هؤلاء أو تحاول أن تشايرهم أو تكون معهم هذه النقطة أنا أعتقد أنه إذا أنت ما عندك ممثل دبل ماسي فيه كيف سترسل الناس لا تعرف مصيرهم هناك اتهمات للقطرين بالإرهاب واتهمات منهم من الإخوان وقضية قضايا كثيرة اتهم الحملات دكتور الآن الحملة القطرية مستحيل أن تعمل في مملكة العربية السعودية الحوالة أيضا مستحيل أن تعمل جدا وعشان كذا نقول لك أن القطرين لما يدهمون بأنفسهم لا تستطيع أن يكون من يحميه هناك يعني لا بد أن تكون ممكن تكون عن طريق دولة أخرى لا نحن نريد أن تكون القطريين لهم مكاناتهم وهايباتهم أسوةهم بالمصري بالإماراتي بالبحرين بالمغرب يستقذ الدول هذا ما نريد للقطرين أن يكون فيه نحن كدكتور عن النموذج الذي موجود في آخر بند في النموذج أنه إذا تأخر سوف تعرض نفسك للعقوبات لا يوجد لائحة تنفيذية في العقوبات هذه ومشي العقوبات هذه هل هي مخالفة 200 ريال ولا العقوبات تقول أني إرهابي إذا تأخرت يومين مرضت أو راحت علي طيارة أنا قبل أن أختم طبعا وتحديدا معك السيد جابر طبعا مسألة التسييس شاهدناها في كل شيء في القبيلة وفي الفن وفي الأدب وفي الشعر وحتى في الأطفال الآن نتحدث عن مسلسلات مدعومة إماراتيا كالمسلسل اللي شاهدنا قبل قليل في التقرير المهلب بن صفرة واللي وضع جنده المتابعة لهذا المسلسل وأنا تابعت جزئيات منه وكأنه يفتح باب التبرير لحصار دولة قطر قطر بن الفجاءة هذا من قطر مادري من الريان ولا من معذر مادري من أي منطقة في دولة قطر وأن المهلم السكان بدع زايد أو مادري من وين وأنه ينتقل لقتال هذا الرجل في هذا المكان انظر إلى الفكر الضيق انظر إلى المساحة الضيقة في التعامل مع هذه الأزمات برأيك عن أي منطق يتحدث هؤلاء شوفوا مجهة نظري هي محاولة لمزيد من الابتزاز مزيد من مزيد من محاولة الكذب رغم علمهم بأن الناس تعلم أنهم يكذبون برأيي أنا أن الدراما في الإمارات هذه السنة داخل الإمارات كانت موجهة لمثل ما ذكرت ولكن الدراما المدعومة خارج الإمارات مثل السعودية لا كان بالنسبة لي أنا أشوفها إساءة للسعودية نفسها ومن شاهد بعض مقاطع مسلسل عصوف يعرف أن الإمارات تريد أن تقول هذه هي السعودية قبل الصحوة يا شباب ترى كان فيه تحرش كان فيه اغتصاب وكان فيه أبناء لقطاء هذا هو الوضع الاجتماعي هذه من المخاطر التي تواجهها السعودية نفسها من الإعلام الإمارات دكتور تعليق أنا أعتقد أن الدراما التلفزيونية سواء كانت في رمضان أو الرمضان الماضي نجد أنها تنصب في نفس الهدف تمويل سعودي إماراتي في المقام الأول والهدف الهدف تشوي صورة قطر وتشوي أيضا صورة المجتمع السعودي نعم أنا طبعا أشكركم في نهاية حلقة اليوم الدكتور ربيع بن صباح الكواري وأنت أستاذ الإعلام بجامعة قطر شكرا يا دكتور وكذلك الشكر مستمر لك السيد جابر بن ناصر المري مدير تحرير صحيفة العرب شكرا جزيلا لك أبو ناصر ونتمنى أن نلتقي مستقبلا بإذن الله وكل عام وأنتم بألف خير وأيضا أستاذ المشاهدين والشكر أيضا وصل لكم مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في إذاعة قطر على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة في الختام لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة